أعكست مسيرة التطوير الشاملة لذكرى مثاق العمل الوطني مسيرة الإنجاز والإبداع في مختلف المجالات أضاء فيها مثاق العمل الوطني سماء الحرية والانفتاح في القطاع الإعلامي والصحفي حيث شدد على حرية التعبير كونها ركيزة أساسية لتطور المجتمع فقد كفل حرية التعبير والرأي المسؤول يرتفع على أثرها مستوى طرح الصحف من حيث التحرير والنقد بما يساهم في الارتقاء بمملكة البحرين في مختلف المجالات وثيقة تاريخية كفلت الكثير من الحقوق للمواطنين والعملين في القطاع الإعلامي ومنحتهم مساحة غير مسبوقة في حرية التعبير فميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه الشعب البحريني وباكتساح في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه شدد على حرية التعبير والنشر والذي أكد عليه الميثاق في البند الرابع ضمن بنوده على إن لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحفة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبنيها القانون من المنظومة الإعلامية شهدت الكثير من التطور في ميثاق العمل الوطني نذكر بالتخصيص أيضا أن الفصل أول من الميثاق في النقطة الرابع أشارع حرية الرأي والتعبير بل أكد أيضا على الإبداع وحق المواطن أيضا في إبداع رأيه بل وأكد كذلك على تعزيز البحث العلمي في هذه النقطة بالذات وبالتالي ما نعيش هنا نحن اليوم من حرية الصحافة وحرية إعلام عموما ما تمارس الوسائل الإعلامي والصحافي وحتى أيضا منصات التواصل الاجتماعي والمجتمع البحريني أيضا شهدنا نقلة نوعية في منظومة شاملة من خلال ميثاق العمل الوطني سقف مفتوح طال عنانا السماء منح الصحافيين والإعلاميين والناس كافة حرية تعبير غير مسبوقة فتحت المجال أمام النقد البناء المسؤول خصوصا وإن الإعلام يعد أحد أهم ركائز الديمقراطية البحرينية التي ترسخت بعد إقرار ميثاق العمل الوطني فتحققت من خلالها الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات إيثاق العمل الوطني شهد نقلة نوعية من خلال ترسيخ ممارسة حرية التعبير المسؤولة والنقد المسؤول أيضا وبالتالي هناك ممارسة أصبحت راسقة لدى الشعب البحريني في إبداء رأيه وبالتالي أيضا نحن دولة قانون ومؤسسات ومن يخرج أو يتجاوز في بعض الأمور فهناك أيضا قانون يحكم الجميع وينظم العملية من خلال أيضا مؤسسة قضائية لها كل الاستقلالية وبالتالي هناك ممارسة نعم ولكن تقف حرية الرأي والتعبير المسؤولة أمام مصلحة الوطن العلية هذا الحراك الإعلامي الذي دعمه ميثاق العمل الوطني بحرية تعبير حققت قفزات غير مسبوقة في مختلف المجالات في ظل الالتزام بالدستور ومبارئ ميثاق العمل الوطني كفل ميثاق العمل الوطني حرية التعبير بمختلف أشكالها على اعتبار أنها حق أصيل من حقوق الإنسان وذلك انطلاق من الإدراك العميق لأهميتها الكبيرة في دعم ركائز المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خولة لجريميس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر